وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة الله أكبر جاء النصر والفرج ولا الظلام وهذا النور ينبلج الله أكبر جاء النصر والفرج ولا الظلام وهذا النور ينبلج الله أكبر من هم ومن كدر ومن ليالي مضت بالكرب تعترج بعد الفراق الذي أدمى دواخلنا ولم ينحفه لا فجر ولا بلج أتى القضاء رضا في حلة لطفات منه القلوب بحمد الله تختنج مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم تَمَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَلَى افتتاح مسجد جَرْبِ الْمَرْحُومَ لَحَجَةْ خُرِيَّةْ حَمْدَ الْمَعْدِ تَتَيْسْرَفْ شِرِكَةْ سُكِعَ الْمَا دولة تنفي دولة Indonesia وِلَيَهْ جَوَى أُسْتَوْمَ مَنْدِ قَخْلَةٍ قُرْيَةْ تُرْجُوْ وَرَبَرَتِمَا أَنْفَقْتُمْ وَعَجَسَهُمُ اللَّهُ خَلَى الْمَلَقَسِيرَاتِ بَرَكَ اللَّهُ وَفِيْكُمْ اللَّهُ عَكْبَرُ اللَّهُ عِمَّا اللَّهُ عَمْدَرُ مَنْهُ مَنْهُ لَا يَزَالُ الْخَيْرُ حَئِنَّ لَا يَزَالُ إِنَّ فِي الدُّنْيَا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كمغيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عم البوادي والحواطر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر